اهلا بكم وابراج هذا اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من تشرين الاول اكتوبر 2022 طبعا اليوم في هذه الدقائق الشمس او انشعة الشمس في برج العقرب والقمر بدرجة 16 في برج الميزان لا يزال يستعد لي ان يولد هلال خلال الساعات العشرين القادمة ان شاء الله وبالتأكيد اليوم الاوضاع ليست مريحة ليش لانه التغييرات ممكن تكون يعني كبيرة جدا وممكن تكون مفاجئة خلينا نروح الى مولود هذا اليوم الخارطة الرقمية 694 طبعا شخصية مميزة جدا وقوية جدا وحيوية جدا وبالتالي يستطيع اتخاذ قرار دائما يعني بشكل انفرادي خلينا نروح الى توقعات الابراج لهذا اليوم الحمل بداية ربما لن تكون مريحة نتيجة انه زاوية 180 تسيطر عليك بشكل واضح هذا اليوم وايضا ربما تبدو بنبرة حادة البعض ربما قد يلجأ الى التوقيع على عقود ربما تجارية لا ننصح بذلك الوضع الان يحتاج الى دقة اكثر واذا كنت واثق من هذه العقود عليك ان تتوكل وتوقعها ايضا جانب النفسي لن يكون مريح لهذا اليوم لكن انت انتهيت من فترة انهاطات تكويني الثور هذا اليوم الاجواء ليست مريحة وليست مشجعة ماليا مهنيا صحيا نفسيا طبعا يعني لا يجب ان تشام صحاب برج الثور بقدر ما نقول انه عليك ان تنتبه وان لا يعني تمنح كل طاقتك للاخرين بشكل يعني عالي الجوزاء اليوم وضع جيد لكن دخلت مرحلة انهاطات تكويني ستين يوم يعني هذه الفترة هي فترة الخروج خروج تكوينك عن ربما الذبذبات الايجابية بالتالي حاول قدر المستطاع ان تحافظ على ليقتك ربما وايضا الامور البدنية والصحية والنفسية وحاول انه ان تتعامل بهدوء تامع مقتضيات الحال السرطان وضع جيد نستطيع القول بدينا بداية جيدة ان شاء الله وبالتالي هناك كثير من الامور اللي ستشعر بيها ايجابية وفعالة وخصوصا في جانب العاطفي خصوصا في جانب المالي الاسد هذا اليوم قد تستطيع تمرير بعض الامور لكن شعرت انه انت دخلت مرحلة ربما فيها ضغط عليك ان تنتبه لهذه النقطة وان تستعد ربما لكثير من المطالب اللي قد تزعجك العذراء هذا اليوم تبدو بحالة جيدة وبداية لأفق تكويني نشط بداية لذبذبات تستقبلها تكوينك بشكل رائع جدا اليوم ربما فرصة لكسب المال او الحصول على ربما بعض الفوائد المالية اصحاب برج الميزان هذا اليوم وضع جيد اعادة طاقتنا استعادة ربما حيويتنا بداية لمشوار مهني بداية لمشوار مالي حاولوا ان تخفضون اذا كنتم مطلوبين او تطلبون الاخرين خفضوا هذا الموضوع خلال هذه الفترة العقرب عودة لطاقتنا لكن لن تكتمل هذا اليوم ربما يوم غير رح نشعر بالطاقة العالية نعود بدورة فلكية تكوينية يمكنكم عبرها اقتناء ربما الاشياء المميزة الارتباط عودة علاقتنا اذا كنا في حالة من التنافر مع الشرك العاطفي في حالة ربما ايضا الزعل عليك ان تنتبه لهذه النقطة وتراعيها القوس ربما هذا اليوم ابدو جيد واجابي لكن ربما من يوم غير عليك ان تراعي كثير من المفاصل اللي ربما قد تواجهك فيه كثير من الامور السلبية الجدي وضع جيد هذا اليوم وضع ربما يضعك امام الانظار ربما تكون تحت دائرة الضوء استفيد من الوقت القادم استفيد من دعم زملائك من دعم اصدقائك فترة ذهبية واجابية قادمة اليك وربما تتخلص من كثير من العواق الدلو هذا اليوم تشعر برغبة القيام بسفر او ربما بالتقديم الادراسات عليا او ربما ايضا يدخل في دورات تعليمية وايضا في حالة طاقة عالية والبعض ربما يترك مكان عملي لعمل جديد او ربما يستقبل اوضاع جديدة في العمل اخيرا اصحاب برج الحوت اليوم قد تزداد مصرفاتنا المالية البعض ربما اليوم يحاول ان يهتم باحد افراد عائلته اللي رعايته صحيا او من محبيه وايضا بداية لمن يرغب القيام بهجرة او بسفر لمن يبحث عن الحصول على ربما شهادة عليا او معادلة هذه الشهادة او ربما اجراء تغييرات خارجية او ربما يعمل في مجال استراد والتصدير يعني الامور قد تبدو في الخارج افضل ما هي في الداخل بالنسبة لاصحاب برج الحوت والبعض ربما ايضا يتلقى الكثير من الاتصالات الخارجية اكيد الله علم بذلك مشاهدينا عودة لزملاء لكن بعد الفاصل